بمناسبة الأعياد المجيدة رعى المهندس شحادي أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية حفلة إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار نادي الفحيص الأرثوذكسي حضر الحفلة عدد من النواب والأباء الكهنة من كنائس الفحيص الرسولية وجمع كبير من أهالي المدينة في بداية الاحتفال قامت مجموعة كشافة ومرشدات الجمعية الأرثوذكسية بعزف موسيقي ومن ثم قام الكاهن بالصلاة ورحب رئيس النادي أمين الزيادات بالمشاركين بهذه الاحتفالية مؤكدا على رسالة الميلاد التي هي رسالة محبة وسلام وعطاء وفي ختام الحفل توجه الحضور إلى البازار الذي اجتمل على معروضات متنوعة وخصوص ما يتعلق منها بعيد الميلاد المجيد وفي النادي الأرثوذكسي بعبدون رعى قدس الأرشمدريد خريستوفورس حداد الاحتفال السنوية بإضاءة شجرة عيد الميلاد الذي أقامه النادي الأرثوذكسي في عبدون بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد بحضور لفيف من الأباء الكهنة ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية وعضاء الهيئة الإدارية للنادي وعدد من الشخصيات العامة وجمع من أبناء الرعية ووسط أجواء ميلادية احتفالية مليئة بالفرح أضيئت شجرة الميلاد في مشهد يدخل البهجة إلى قلوب الجميع تلها فقرة أنشيد وترانيم ميلادية من وحي الاحتفال أنشدها كورال المدرسة الوطنية الأرثوذكسية على إيقاع عصف مجموعة كشافة ومشيدات عمان الأرثوذكسية اشتركوا في القناة